تكبدت برصة عمانة في نهاية تعاملات جلسة اليوم خسائر كبيرة أسوة بالأسواق العربية والخليجية وتراجعت أسواق المال العربية متأثرة بتراجع أسعار النفط مقارنة مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي والتي تعتبر الكبرى في نحو ثمانية أشهر تحت ضغط من تضخم مخزونات الخام المحل الألمالي نزار الطاهر قال لنشرتنا إن حالة الحظر والخوف سيطرت على أداء برصة عمان اليوم وامتثلت لحالة التراجع الكبيرة التي شهدتها الأسواق العربية والخليجية بعد التفجيرات الإرهابية في فرنسا حيث شهدت الجلسة العزوفة عن البيع وطرح عروض بيع عشوائية وعربيا انخفض مؤشر السوق السعودي 72% ودبي 4% أبوظبي 42% الكويت 1.15% البحرين 89% مسقط 18% ومصر 4.11% أما برصة عمان فقد أظهرت تداولات جلسة اليوم تراجعا كبيرا بنسبة 91% ليغلق مؤشر الأسعار عند مستوى 2003 نقاط وشهد تراجعا حادا في حجم التداول بنسبة 44% ليبلغ 3.5 ملايين دينار في حين سجل المؤشر العام لقطاع الخدمات التراجع الأكبر بنسبة 51% في حين جاء القطاع المالي الأكثر مساهمة بحجم التداول بقيمة مليونين ومائة ألف دينار وبنسبة 60.51% في الميار